السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الاول الاعدادي. اه معنا النهاردة الوحدة التالتة يعني اناس مختلفون. اه تعالوا نشوف التمرين اللي معنا النهاردة. الدرس الاول والتاني. اه ادي اول التمرين معنا النهاردة صفحة 124. اه نبدأ number one. محمد صلاح is a famous sports star. يعني محمد صلاح ده هناك رياضي. the synonym of the word famous. عايز synonym يعني كلمة بتسوي كلمة famous. طبعا الكلمة اللي بتسوي هنا كلمة famous كلمة ايه? well known. well known معناها معروف و famous يعني مشهور. to get the adjective of the word Italy. لو عايز تجيب الصفة من كلمة Italy يعني ايطاليا. اللي هي دولة ايطاليا. الصفة بقى اللي هي ايه الاطالي. الرجل اللي عايش في ايطاليا. يا ترى يبقى اسمه ايه? اسمه ايطاليا. فاحنا بنضيف ian. italy italian. كده احنا جبنا الصفة من الاسم. the antinum. antinum يعني ضد. ما ننساش. عايزين المضاد يعني. مضاد كلمة blonde. blonde اللي هو الاشكر. اه. عكس كلمة blonde. اللي هي كلمة ايه? dark. blonde الاشكر اللي هو بيبقى فاتح خالص عكسها كلمة dark. وطبعا ما ننساش ان احنا دايما بنرجع الجزئية دي. هتلاقي فيها كل اللي انت محتاجه. يعني هنا هتلاقي مثلا نحط ال a in italian 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 italian. هي ian زي ما احنا شايفين هنا. وهتلاقي بقى هنا احضط لك ال synonyms وال antonyms من شوية احنا شفنا كلمة famous بتسوي well known. اه كلمة blonde اللي هي الاشكر عكسها dark. تمام? وهكذا. فطبعا احنا لازم نراجع ونعرف الكتاب كويس عشان نعرف نحل بطريقة صحيحة. number four. the word. بعد كده نجيب لي not. has the same meaning. has the same meaning. يعني ليها نفس المعنى. زي كلمة synonym كده. of quick. سريع. كلمة سريع اسمها quick. or fast. الكلمتين دول. سنonym يعني متشابهات يعني. number five. the word curly is. كلمة curly. يعني لما بوصف شعر انه curly. وبانا كده وصفته. curly يعني ايه? يعني مجعد. فكده دي تعتبر adjective. يعني صفة. خيب بعد كده عندنا هنا التمارين على الكلمات صفحة 128. وعشرين. زي ما احنا شايفين. he was the first. يعني هو كان. اول ايه? to finish the race. ريس. يعني صباق يبقى هو اكيد كان the first runner. runner يعني العداء حد بيت جريب. علشان في عندنا صباق ريس. she's wearing. هي بترتدي ايه? around her neck. الحاجة اللي بنلبسها عند النك بتاعتنا الرقبة بتاعتنا هي scarf. وشاح او طرحة. famous people have a lot of. الناس المشهورة لديها الكثير من الايه? they encourage them. بيشجعوهم. يبقى اكيد مشجعين. المشجعين اسمهم fans. مشجعين. old people usually have white. الناس العجوزة في السن الكبيرة في السن. اه عادة يعني ما بيكون عندها ايه ابيض. بيكون عندها ايه? شعر ابيض. الشعر اسمه hair. hair. number five. محمد صراع هذا big. طبعا اللي ارى القطع بتاعت محمد صراع يعرف ان هو عنده big smile. اللي هي ابتسامة ايه? ابتسامة كبيرة كده. on his face. او ابتسامة عريضة يعني. بيحب يبتسم. number six. محمد صراع اذا ايجابشن. سبورت ستار. هنفض على بعضيهم. سبورت ستار يعني نجم رياضي. سبورت بالاس هي صفقة ايه نخلي بالكم. سبورت ستار معناها نجم ايه? رياضي. he is very famous يعني هو مشهور جدا. a baby bird is very. الطائر البيبي الزغير. is very ايه? اكيد بيكون ضعيف جدا. it can't fly for more for many days. ومش بيقدر يطير لأيام كتير يعني. فهو في الاول الطائر بيكون يا week يعني ضعيف. وخلي بالكم بتاعه لان انا عندي كلمة week w e e k معناها week يعني اسبوع. نفس النطق بس الكتابة مختلفة والمعنى مختلفة. number eight. محمد صراح is very famous. محمد صراح مشهور جدا. so he can't have not life. ولزلك هو ما يقدرش يكون عنده حياة ايه? حياة عادية. كل المشاهر كده حياتهم مش عادة ما يقدرش يمشي في الشرع براحت ولا يقعد على اي كافية ولا ياخدش مطعم براحته يعني. فبتبقى حياته ايه? not normal يعني مش طبعية. فهنا كتب لي he can't have ما يقدرش يبقى عنده حياة normal طبعية. حياته بتبقى ايه? دايما مشغولة وطبعا ايه? ناس عرفها فبيزحموه في كل مكان وكده يعني. number nine. tomorrow is a. بكرة هيكون ايه? I want to go to school. انا مش هروح المدرسة. هتبقى اكيد holiday يعني اجازة. people around the world have different. الناس حول العالم لديهم ايه مختلف. they don't look like each other. هما مش بيكونوا شبه بعض. يبقى اكيد هما ملامحهم او يعني اشكلهم مش واحدة. features. features دي معناها ملامح. I can't see. I can't see well without wearing a mic. انا مش قادر اشوف كويس بدون ما ارتدي ايه? الجلاسز اكيد اللي هي نظارة. the hair that grows on a man's cheek. الشعر اللي بيطلع على ال cheeks. الخدود بتاعت البني ادم. and chin is called with الزقن يعني. ده بنسمي ايه? بنسمي beard. beard اللي هو الزقن يعني. شعر الزقن. number 13. the hair growing over the man's mouth is called. الشعر اللي بيطلع على الفم. فوق الشفاء كده. بتاع الرجل بنسمي mustache. mustache. يعني شارب او شنب. to not means to win points in a game. ان انت تفوز نقاط في لعبة. يبقى انت كده بتعمل score بتحرز. اه بتحرز. فبحرز يعني بيجيب ايه? نقاط. A بيكلم بي. A بيقول له what does your brother like? قال له he's short curly hair. يعني هو عنده شعر curly مجعد وقصير. فهنا لما حب اسأل واحد اقول له اوصف لحد معين اقول له what does your brother look like? look like معناها يشبه او وصفه يعني او شكله. محمد صراحز quite short for a footballer. تركيب على بعضها كانت عندنا قبل كده في الوحدة وبتتكرر تاني. quite short for يعني قصير الى حد ما على كرة القدم او ان يكون footballer. footballer اللي قال ايه? لاعب كرة القدم. طيب بعد كده عندنا هنا. المقاعدة بتاعتنا. has got and have got. والنفي بتاعهم. can or can't? ونشوف التمرين بتاعتنا. تبدأ من صفحة مية درس و ثلاثتين عندنا نقوم لعي. I لازم نتفكر دايما. I we they you بياخده have got. he she it بياخده has got. فاول ما تلاقي I معروفة ان هي have got. وده اختصار هاف اللي هي ال V E. نون. I have got short curly hair. hair. number two. I space. visit my uncle today because I'm very busy. انا مجغول يوبا هزور عمي ومش هزور او hasn't. ما نعرفش بقى هي يا هاز. يا الاولى. يا التالتة. عن اختار دلوقتي واحدة من الاتنين. لكن haven't وهاف. لا دي بره الحسابات خالص. نحن عارفين اميرة هي شي وشي تاخد هاز. او hasn't. got a car. هنشوف عندها عربية ما عندهاش. she walks to work. بتروح الشغل ماشي. لا يبقى كده هنقول ايه? hasn't got. يعني ما عندهاش عربية ولا زلك هي بيتمشي الى العمل. محمد صلاح. not score a lot of goals. he's very fast. محمد صلاح يقدر يحرز اهداف كتير. السبب انه هو سريع فهم حدش يقدر يجري ولا ولا حد في صلواته. وهو كلمة can يعني يستطيع. she not got blonde hair. عندها شعر ايه? blonde. blonde اللي هو الاشقر يعني. طيب. she تاخد ايه? يلا نشيل have. و having. و is having كل ده خلق. تبقى she has. وعارفينها has got. يعني لديها او تملك او عندها. رقم ستة. بدقني بنقط. you read this text please. فانا عايز اقول له. ممكن تقرأ التكست ده لو سمحت. ممكن اللي هي هل تستطيع عن can can you read? ماشي. number seven. has got. مين بياخد has? I, we, they, you. I, we, they, you. لا خلق. انا لو قلت I, we, they, you. مع هاز. يبقى انا كده مش مذاكر خالص. هي المفروض مع هاز. هي وشي وات. تمام? فنركز كويس. ونفتكر دايما ان هاز هي شيئت. اه اما كلمة هاف قوي دايما. طيب. number eight. we. هاف ولا هاز? هاف ولا هاز? يلا مش هنلقبط. خلاص هي هاف من غير كلام. وي تاخد هاف. لسه اي لنا حالا. تمام. يبقى has got وhasn't got دول نستبعدهم. انا يا اما هقول هاف got? يا اما haven't got. طيب. مين اللي هيحدد? اكيد في كلمة هتحدد. جايب لكلمة اني. اللي فاكر معايا اني انها بتيجي في النفي. هيعرف كويس ان الاجابة بتاعتها تبقى haven't got. haven't got. number nine. has he got an umbrella? هل هو عنده شمسيا? طيب السؤال اللي بيبدأ به هاز بينتهي به هاز. has he got? يعني اجابته بتنتهي به هاز. مش هو نفسه بينتهي به هاز. فتبقى no he hasn't. no he hasn't. no they aren't got. لا احنا عندنا كلمة got دي. قلنا احنا بناخد معها has وhave. ومش هنغير التركيبها اللي هو كاتبها. يعني هو كاتب aren't. فاحنا هنكتبها have ونسيبها له منفية بقى haven't زي ما هو عايز بالضبط. haven't. we can give. كلمة كان بيجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى give. من غير اي اضافة. طيب. have samir's dad got a beard. طيب. samir's dad ابو samir الاب هو هي. فمياخدش have ابدا. لازم الجملة بتاعتنا تبدأ بكلمة has مع هي وشي وقت. she've. لا هي she's. اللي هي she has. يبقى بدل ال ve هنكتب ايه? has. ممكن طالب تاني انا هكتب ايه? apostrophe as. ماشا فيش مشكلة. my sister hasn't got. لا اسمها hasn't a got. g-o-t. قلنا حالا has got or have got. طيب. can't riding. لا كلمة كانت بيجي بعدها الفعل في المصدر. ride وما تنسوش. نرجع حرف ال e لكلمة ride لانه لما نضيف عيني جيه بتشيل ال e. i am very busy today. انا مشغول النهاردة. so i can play squash. ازاي هلعب سكواش وانا مشغول? يبقى i can't. general exercises. جاب لينا هنا محادثة بين علي و عمر علي بيقوله. علي is asking عمر about his favorite sports star. بيكلمه عن بيسأله عن نجم الرياضي. اول حاجة علي بيسأل سؤال. who is your favorite sports star? مين نجمك الرياضي? هيقوله على اسمه. what sports does he play? ايه الرياضة اللي بيلعبها? هننسمله اسم الرياضة. لقد ركت احنا حايفين نحط حاجة ويطلع كلام غير. احنا قديننا مشين. سؤاله سؤال. قال له he's got dark curly hair. يبقى what does he look like? يعني شكله عامل ازاي. طيب. سؤال تاني. I like him because. اول له لي انت بتحبه. why do you like him? طيب اخر سؤال. سؤال بدو. حتى لو انا مش عارفة كامل بقيت السؤال اللي جاب عرفت بقى بياس وانو بس انكمل. do you want to be like him? هل انت نفسك تبقى زيه like him? يعني مثله. نقول له yes I do or no I don't. who is your favorite sports star? بما اننا النهاردة كنا بنتكلم عن محمد صلاح. يبقى نكتب محمد صلاح. what sports does he play? ممكن اقول فوتبول على طول او he plays فوتبول. سانا هكتب فوتبول بنختصر الطايم بتاعنا. طيب. هنا لما حد بيوصف لحد يبقى انا اكيد سألته what does he look like? يعني يا طرى شكله عامل ازاي? what does he look like? he has good dark curly hair. سؤال قال له I like him because. يبقى ليه انت بتحبه? ليه اللي هي why? تمام? اه انت نبص للفين الفعل الاول عندي like. فعل في المصدر يبقى بجيب من عندي do. و I بتتحول الى you. وانت كامل بقى like him. why do you like him? ليه بتحبه? do you wanna be like him? اه مدام انا بحبه يبقى نفسي ايه اكون زايه يعني. فقول yes I do. good. he is clever and can not many goals. لازم نعرف المتلازمة score goals. يعني يحرز اهدافا. he plays football for a famous. هو بيه لعب كرة قدم لنادي مشهور في افريقيا. النادي اسمه team. has selma got a pen. بيسألني بهاز. فانا اجابتي بيا اما في الاخر. يا اما هاز. يا اما هازنت. على حساب بياس ولا نو. كتب لنوته بقى هازنت. تمام? camels are very strong. الجمال قوية. they not carry two hundred kilos of bags. هما بتاخدش هاز ولا هازنت. استبعد نقم. يبقى انا كده محتار بين اي و بي. يا طرح انا عندي نظارة انا ما عنديش. I have got glasses. او I haven't got glasses. انشوف. but my sister has got glasses. بس سختي عندها. يبقى انا ما عنديش بس سختي عندها. طب اي هاvent. ما يفعش اقول انا عندي بس سختي عندها. لا كده غلط. كلمة but دي بتديني تناقض. يعني لو هنا موجود هنا مش موجود. او العكس. number six. كتب لي كلنا وقولك it's the opposite of fast. عكسها. كلمة fast يعني سريع. اكيد يقصد كلمة slow يعني بطي. this man's photo is in all the newspaper. الراجل ده صورته في كل الجرائد. يبقى هو ايه famous مشهور. he always has a big. هو دايما عنده big smile. ابتسمة كده كبيرة on his face. ابتسمة عريضة على وشه. ابتسمة كبيرة. a is her that grows above a man's top lip. top lip اللي هو الشفاة العلوية اللي من فوق. الشفاة اللي من فوق دي. ايه يا ترى اللي بيطلع عليها بيطلع عليها الماستش. الماستش اللي هو الشارب او الشنب. my hair is not it isn't straight. هو مش مستقيم يعني زي ما يكون ايه? مش مفروض يعني. يبقى curly بقى. يبقى مجعد. مدام هو مش straight يبقى curly. دول كلمتين عقصة بعض. have you got? لا اسمها. have you got? للدرس القاعدة. يعني هل انت لديك got? have she got? لا من الاول انا مش هكمل خلاص انا هقول هاز لان ما فيش حاجة اسمها have she got? زي يعني? هاف مش هتجي معا شي هنا في السؤال. he is able to. to بيجي بعدها الفعل في المصدر. able to بيجي بعدها الفعل في المصدر. running هتبقى run يعني اجري. do you play the drums? السؤال شكل وكل مفوش اي مشكلة. لكن الاجابة هي اللي خلت فيه مشكلة. قالت yes i can. لا يبقى انت سؤالك اكيد كان بيبدأ بكلمة can. وبكده خلص الدرس الاول والتاني معايا. كانت صفحة مية ستة وتلاتين دي. ويبقى خلصنا درس النهاردة. وان شاء الله نشوفكم على خير في الثالث والرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.